في هجوم شنه مسلح طالبان قرب مطار العاصمة الأفغانية كابول جرى تبادل لأطلق النار استخدم خلاله المهاجمون أسلحة رشاشة وقاذفات صواريخ ولم يتم الحديث عن وقوع إصابات وهرعت قوات الأمن الأفغانية إلى المكان الذي تحصن فيه المسلحون وهو مبنى قيد الإنشاء وقامت الشرطة بتطويقه في الأثناء قال مسؤول أفغاني إن مطار العاصمة الذي يعمل فيه مدنيون وعسكريون أغلق مؤقتا وألغيت فيه جميع الرحلات رغم عدم وقوع أضرار فيه ويأتي الهجوم وسط أجواء تسودها شكوك بشأن نتائج الانتخابات الرئاسية إذ جرى اتفاق بين الزعماء السياسيين على إعادة فرز أصوات الناخبين